اشتركوا في القناة المرتكزة على الانفتاح ومنح المزيد من التسليلات قد أتت بثمارها مع التنامي الملحوظ في اجتذاب مشاريع استثمارية حيوية وأيضا استراتيجية ذات علامات تجارية مرموقة أقليميا وعالميا جاء ذلك لدى زيارة معاليه موقع مشروع مجمع الأفانيوز حيث أكد بأن هذا الصرح التجاري والاستثماري وغيره من المشاريع الأخرى يعتبر شاهدا على جهود الحكومة برئاسة سموي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة سموي ولي العهد في سبيل المحافظة على موقع البحرين الريادي كمركز تجاري في المنطقة وتوقع معاليها تشهد حركة البناء الاستثماري انتعاشا أكبر مما هو عليه وذلك مع تغيير النهج المتبع في التعاطي مع ملف البنية التحتية الذي أصبح معتمدا على شراكة بين القطاعين العام والخاص وللحديث حول هذا الموضوع يسدنا أن يكون معنا الدكتور ماهر الشاعر عضو مجلس إدارة شركة المباني والعضو المنتدى فيها أهلا بك دكتور ماهر والسؤال هنا ما هي الإضافة التي سيحققها مشروع مجمع الأفانيوز في قطاع الاستثمار وأيضا قطاع التجزئة مرحبا أخي طائم بداية أشكركم على الاستضافة بالطبع مجمع الأفانيوز يلعب دور كبير في قطاع السياحة ودعم مباشر لاقتصاد المملكة البحرين طبعا سونا هو مجمع جديد ووجهة سياحية متميزة في مملكةنا الحزيزة وتم تصميمه ليكون مختلف عن باقي المجمعات الموجودة حاليا في البحرين وطبعا حقا الأفانيوز سمعة حالية ونجاح بدأ طبعا من دولة الكويت الشقيقة وحرصنا على أن نجدب هذا النجاح إلى مملكة البحرين بمظهوم جديد حيث أنه تم مراعاة تصميمه لاستغلال الواجهة البحرية في وسط العاصمة اللي هو الكورنيش الكفيسل في خليج البحرين طبعا يميز المجمع تنوع المطاعم والمحلات المتحدة الجديدة من موجودة في البحرين وتجمع طبعا بين ماركات عالمية وحصرية في المجمع نفسه وتناسب طبعا الجميع يضم طبعا إدارة السينما بإدارة جديدة تفتح لأول مرة في البحرين في الأشر إن شاء الله القادمة وأيضا من ناحية تصميمية عملنا على توفير محلات ومطاعم وجلسات خارجية وممشى على الواجهة البحرية طبعا جديد ومتميز مباشر على مشروع خليج البحرين ومقابل فندق الفورسيزن وسط المجمع مصنم باستخدام مواد جديدة استخدم الأول مرة في البحرين يسمح ممرور الضوء طبيعي وتحافظ على البرودة الداخلية يعطي شعور أنك في بيئة خارجية وانت داخل المجمع نفسه وسيكون هناك التكسي البحري والجسور التي تربط بين مجمع المودامول وخليج البحرين والفندق الفورسيزن بالمجمع الأبنيوز وإن شاء الله يوفر الأبنيوز ونصر عمل كثير للبحرينيين إضافة لكونه طبعا مجمع فريد من نوعه يجذب السياحة وقوة شراء خارجية خاصة بموقع المنامة بقرب من مطار البحرين وإن شاء الله المراحل القادمة في المشروع تزيد من النجاح وفرص العمل بما يصبح خدمة بالفعل نرجو النجاح لهذا المشروع الباهر الدكتور ماهر الشاعر عضو مجلس إدارة شركة المباني والعضو المنتدف فيها شكرا جزيلا لك في خبر آخر يسعى مجلس التنمية الاقتصادية إلى جعل مملكة البحرين مركزا أقليميا للتكنولوجيا المالية عبر إطلاق بيئة رقابية تجريبية لتشجيع الابتكار وحلول التكنولوجيا المالية المزيد من التفاصيل في تقرير زميل محمد الجيوسي التكنولوجيا المالية أو ما بات يعرف بالفنتيك هو التوجه الجديد في القطاع المالي والمصرفي الذي تنظر إليه دول العالم بكل جدية لتطوير القطاع وهو ما من شأنه أن يغير ملامح معاملات القطاع المالي بشكلها التقليدي الذي نعرفه حاليا أمر أخذ مجلس التنمية الاقتصادية على عاتقه تبنيه مواكبا أو منافسا للعواصم المالية العالمية فساند مصرف البحرين المركزي في إطلاق بيئة رقبية تجريبية لتشجيع الابتكار والحلول التكنولوجية المالية المبدعة في القطاع المالي يعني في نظرنا أن القطاع المالي هو مهيئ الآن أن يكون في تقيير جذري من خلال دخول التكنولوجيا فالريد البحرين تكون حاضنة لهذه التقييرات على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم وأيضا هذه المبادرة تأتي استجابة إلى توجيه سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمل آل خليفة حفظه الله توجيهه الله يحفظه أن يكون في تركيز على خلق بيئة الابتكار فالمبادرة أتت من هالمنظورين والصراحة المصرف المركزي والمحافظ شخصيا دعم المشروع ونحن نرى أن البحرين مهيئة أيضا أن هي تحتضن قطاع التكنولوجيا المالية ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية من البيئة الرقابية التجربية أن يجعل البحرين مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية لخدمة جميع أسواق المنطقة من خلال تمكين المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها بغية التغيير من نطاق وطريقة الخدمات المالية المتوفرة والابتكارات التكنولوجية بدون هذه البيئة لا نستطيع أن نجذب الشركات ولا نستطيع أن نشجع الشركات الناشئة أن تبتكر في القطاع المالي فيعني هو خطوة ضرورية خطتها سنقافورة وخطتها بريطانيا ونرى إحنا البحرين بتكون من أوائل الدول اللي تدخل هذا النظام التجريبي على مشتوى الدولة والمملكة بالكامل هذه فرصة للبحرين أنه تستمر في ريادتها في القطاع المالي يعني إحنا كمجلس التنمية الاقتصادية خصصنا خمس قطاعات نريد نستقطب منها الاستثمارات القطاع المالي هو أحد القطاعات الرئيسية يعني يمثل ثاني أكبر قطاع في اقتصادنا في الناتج المحلي بعد قطاع النفط مثل تقريبا 17% من الناتج المحلي فقطاع مهم يوظف تقريبا 14 إلى 15 ألف موظف تطوير البنية التحتية التجارية والقانونية المطلوبة لإطلاق وتعزيز البيئة الحاضنة والداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة هو بداية الطريق نحو زيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط من خلال البحرين بما يخدم استقطاب استثمارات أكبر في هذه الصناعة الواعدة والانتقال إلى مرحلة نوعية من الخدمات المالية للأفراد والمجتثمرين ننتقل الآن لنتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشر الاقتصادية مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لنهاية تعقدات هذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع في المنطقة الخضراء نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت على ارتفاع مواصلا لارتفاعاتها يوم أمس بارتفاع قدره 13 نقطة مئوية عند مستوى 7248 نقطة وتصدر الارتفاع قطاعي البنوك وأيضا قطاع الأدوية سوق بورصة الكويت أيضا اغلقت على ارتفاع بارتفاع يقل عن 13 نقطة مئوية عند مستوى 6932 نقطة مع ارتفاع مؤشر الخدمات الصحية والخدمات المالية وأيضا البنوك نتحول إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي كان من ضمن الخاسرين في تدولاتها اليوم بنسبة تزيد عن 14 نقطة مئوية عند مستوى 4470 نقطة بسبب تراجع أسهم قطاعي الخدمات وأيضا قطاع الطاقة فيما سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.45 نقطة مئوية عند مستوى 3611 نقطة ويعود سبب صعود مشاهدين الارتفاع أغلب مؤشرات البورصة بورصة دبي وعلى رأسهم مؤشري الصناعة وأيضا الاتصالات في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية استمرارا لارتفاعتها من يوم أمس بارتفاع قوي يقارب 16 نقطة مئوية عند مستوى 4972 نقطة بسبب ارتفاع أسهم القطاع المالي أما بنسبة إلى بورصة المحلية ومشاهدين فقد انخفض المؤشر أيضا في تدولات اليوم بنسبة 0.16 نقطة أو 16% عند مستوى 1307 نقاط وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة أربعمائة وألف سهم وألف وخمسمائة سهم بقيمة جمالية قدرها 128 ألف وواحد وعشرين دينار تم تنفيذها من خلال اثنين أو اثنتين وثلاثين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 34% من قيمة الإجمالية للأسهم في خبر آخر قال مسؤول بقطاع النقل الجوي السعودي إن بلاده تنوي نقل ملكية جميع مطاراتها إلى صندوقها السيادي الرئيسي صندوق الاستثمارات العامة في إطار برنامج لخص خصتها ونقلت وكلة الأنباء السعودية عن مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد الاشتوي قوله إن شركات ستقام لكل مطار تحت مظلة شركة الطيران المدني القابضة التي نشأت عن الهيئة حيث ستواصل الشركة تنظيم عمل القطاع وأضاف أن شركة قد تأسست بالفعل لمطار الدمام الرئيسي في حين سيبدأ تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بعد توسعته في النصف الثاني من 2018 تحت إدارة مجموعة مطار تشانجي السنغفورية في الكويت صرح وزير النفط عصام المرزوق إن مخزونات الخام الأمريكية تتراجع أكثر من المتوقع في علامة على نجاح التخفيضات التي تقودها أوبيك ودعا المرزوق لقناة سي إن بي سي العربية دعا الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج للاتزام بالمستويات المتفق عليها خلال الأشهر التسعة القادمة من الاتفاق من جهة أخرى صرح المرزوق إن أوبيك ستناقش خلال اجتماع يُعقد في شهر نوفمبر ما إذا كانت ستمدد أم تنهي تخفيضات الإنتاج وبحث الاستراتيجية المعينة للخروج وعودة الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل الخط ترجمة نانسي قنقر شكرا